الموهبة كمان زي ما حضرت بتقول ده الأساس وكل القدرات الأخرى على المستوى التكتيكي بيجي من خلال مدرد ومن خلال الشغل طيب إحنا كمان موسماني من أول مجيه وشفنا أنه مركز كمان على قطاع الناشئين ومركز على الأول مجيه قال لك أنا عايز أشوف الأولاد الصغيرين قريق الشباب وموليد ألفين وواحد وبدأ في الفترات اللي فاتت حتى مباراة العيبة صغيرة والمباراة اللي فاتت في خمس ست لعيبة فإحنا يعني عايزين نتكلم عن النقطة دي من خلال معنا تقرير دلوقتي معنا طب هنشوف تقرير على الكلام اللي بقوله وحضرتك كمان كخبير وعندك جزئية كبيرة جدا وشتغلت كتير جدا في قطاع الناشئين وعندك فكر عالي جدا نعلق على التقرير بعد ما نشوف شهدت الفترة الماضية ظهور عدد من اللاعبين الشباب المميزين مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سواء من خلال التواجد في تدريبات الفريق أو المشاركة في المباريات سواء في بطولة الدور الممتاز أو بطولة كأس مصر وظهروا بصورة طيبة ومميزة طمأنة جماهير القلعة الحمراء على مستقبل الفريق ومع تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسماني تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلفا للسويسري ريني فايلر تضاعف الأمل لدى شباب الأهلي في الحصول على الفرصة في الفترة المقبلة خاصة في ظل مدرسة موسماني التي ظهرت منذ اليوم الأول لدخوله النادي حين سأل عن قطاع الناشئين ورغب في التعرف على إمكانات لاعبي فريق الشباب بالنادي وقبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة في بطولة الدور المنتاز والتي شهدت تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب في القائمة التي أعلنها بيتسو موسماني وجه الجنوب إفريقي رسالة في الميران لللاعبين الشباب رفعت من روحهم المعنوية وحفزتهم للمستقبل بعدما وعدهم بالحصول على الفرصة بشرط بذل أقصى جهد وتنفيذ تعليماته وأكد موسماني لنجوم الأهل الشباب والصاعدين على أنه لا يفرق بين لاعب كبير وآخر صغير وأن الجميع سيحصل على الفرصة والأفضل فقط هو من سيشارك في المباريات وهي رسالة حملت الكثير من المعاني لجيل يستعد لحمل لواء الأهلي في السنوات المقبلة وقيادة النصر الأحمر لمواصلة التحليق في سماء البطولات انطلاقا من دستور القلعة الحمراء المتوارث أجيال تسلم أجيال وخلال الموسم الجاري ظهر عدد من اللاعبين المميزين في مباريات النادي الأهلي وتواجدوا بصورة شبه دائمة في تدريبات الفريق وهم العربي بدر ومحمد فخري ومحمد شكري وشادي ردوان بالإضافة إلى الحارسين المتميزين مصطفى شبير وأحمد طارق سليمان كما منح مسمان الفرصة لستة وجوه جديدة قبل مباراة طلائع الجيش بتصعيد ستة ناشئين جدد وإشراكهم في الميران الجماعي وهم محمد حسام ميدو مدافع من موليد عام 2000 وفارس طارق ظهير أيمن من موليد 2000 وأحمد عبد القادر مهاجم من موليد 99 وعبد الرحمن أشرف مانو لاعب وسط دفاعي موليد 99 وأحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن موليد 2002 وأحمد نبي الكوكا لاعب وسط دفاعي موليد 2001 الأهل على مدار تاريخه دائما أجيال وراء أجيال لا يتوقف سلسال الموهوبين داخله وسط رؤية جيدة للمستقبل وتقطيط جيد لقطاع كرة القدم في النادي تحت إشراف كامل من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ملك الموهوبين على مر تاريخ الكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر